بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نكمل على بركة الله كما طلبتم عبر صفحتي على الفيسبوك طلبتم أن أشرح لكم درس الجذور وسوف أفعل لكن قبل أن أبدأ لدي ملاحظة ما هي هذه الملاحظة أنتم يا تلاميذ الأعزاء دائما تقولون رياضيات صعبة صعبة رياضيات صعبة غير مفهومة قلت لكم مليون مراء الرياضيات سهلة وليست صعبة قلت لكم عندما لا تفهم الرياضيات هذا لا يعني أن الرياضيات صعبة أنت لا تفهم الرياضيات لأن الأستاذ لا يجد الشرح أو التلميذ غير مجتهد هذا هو السبب الرياضيات ليست صعبة وأنا لا أتهم الأساتدة لست أتهم الأساتدة حتى أنا أنا كأستاذ إذا لم تفهم من عند الرياضيات فهذا يعني أنني أنا لا أجد الشرح وليس الرياضيات صعبة دائما إذا لم تفهم الرياضيات فهناك مشكلة إما في الأستاذ إما في التلميذ أنتم يا أعزائي لا تجتهدون لا تحلون التمارين ثم تقولون الرياضيات صعبة الرياضيات ليست صعبة عندما أشرح لك الدرس كم تمرين تقوم بحله تقوم بحل تمرين أو تمرينين وتقول الرياضيات صعبة لا يجب أن تجتهد يجب أن تحاول يجب أن تحل الكثير من التمارين أعرف أنك تفهم الشرح لكن إذا لم تحل التمارين سوف تنسى هذا الفهم لذلك يجب أن تحل الكثير من التمارين لا نقول فقط رياضية صعبة الدرس صعبة ونحن لا نجتهد لا نفعل شيئا هذه النصيحة مني إليكم يا تلاميدي الأعزاء الآن دون أن نطيل نبدأ في شرح هذا الدرس هذا الدرس بسيط وسهل وقلت لكم رياضية الرابعة مطلس كلها سهلة فقط ركزوا وقوموا بحل التمارين وأنا بدوري سوف أقوم أيضا بحل التمارين هذا الدرس الجذور سوف أقسمه إلى درسين وفقط وسوف تفهمون جميعا بإذن الله أنا لن أكثر عليك بالكلام الذي لا ينفع سوف أعطيك المهم الذي تحتاجه لحل التمارين الجذور قلت لكم درسين وفقط هذا الدرس الأول ودرس آخر وفقط اليوم في هذا الدرس الأول ماذا سوف نفعل؟ في هذا الدرس الأول سوف أعلمك كيف تحل المعادلات من الشكل X مربع يساوي B ما معنى X مربع يساوي B؟ معناها أنا أحل المعادلة في الآخر أجد X مربع يساوي 9 أجد X مربع يساوي 16 هذا بعد أن أحل المعادلة أجد X مربع يساوي 25 عندما أجد هذا X مربع يساوي عدد كيف أكمل؟ هذا هو درسنا اليوم لكن قبل أن أدرسك هذا الدرس أنا متأكد أن أغلبيتكم لم يفهم حل المعادلات في الثالثة متوسط وإذا لم تفهم حل المعادلات في الثالثة متوسط لن أستطيع أن أفهمك هذا الدرس لذلك سوف نعود لحل المعادلات مثلا يعطيك معادلة 2X زائد 3 يساوي مثلا 5X زائد 4 مثلا معادلة كهذه إذا كنت فاهم لحل المعادلة الثالثة متوسط سوف تفهم هذه المعادلة بسهولة لأنها نفس الحل فقط تختلف في النتيجة فقط الآن كيف أحل هذه المعادلة؟ لا تقولي أنقل وزائد ثلاثة أرجعها ناقص ثلاثة وذلك الكلام لا قلنا نحن لا نحفظ الرياضيات تفهم ولا تحفظ أعلمك كيف تحل المعادلات كي تحل المعادلة يجب أن تعرف ما هو الحد وما هو العامل يوجد مصطلح الحد ومصطلح العامل ركز معي مصطلحين بسيطين جدا ما هو الحد؟ الحد أنك تجد هنا عدد معلوم مجهول لا يهمني المهم أنه عدد لا يهمني معلوم أو مجهول تجد قبله زائد أو ناقص وبعده زائد أو ناقص هذا هو الحد هو العدد معلوم أو مجهول لا يهم تجد أمامه زائد أو ناقص وبعده زائد أو ناقص هذا الحد الآن إذا لم تجد هذا إذا لم يكن حد ما هو فهو عامل العامل نجد هنا ضرب أو قسمة وهنا ضرب أو قسمة أعطيك مثال حتى تفهم بالأمثلة مثلا أنا لو قلت لك إثنان هل هو حد أو عامل؟ هو عامل لماذا؟ إثنان قبله زائد وبعده ضرب قلنا عامل قلنا إذا كان حد يجد أن أجد قبله زائد أو ناقص وبعده زائد أو ناقص إذا كان حد إذا لم أجد إذا وجدت هنا أو هنا ضرب أو قسمة يصبح عامل هذا إثنان هو عامل إكس ما هو؟ هو عامل لماذا؟ قبله ضرب وبعده زائد لأنه أستطع أن أكتب زائد صفر متان بعده زائد هنا عامل ثلاثة هل هو حد أو عامل؟ هو حد لأن قبله زائد وبعده زائد تقول أين زائد بعده؟ أستطع أن أكتب ثلاثة زائد صفر هذا حد الآن هذا خمسة هل هو حد أو عامل؟ هو عامل لأن قبله زائد وبعده ضرب إذن فهو عامل قلنا حتى يكون حد هي بسيطة ركز معي فقط حتى يكون حد يجب أن يكون قبله زائد أو ناقص بعده زائد أو ناقص هكذا حتى يكون حد أربعة هو حد لماذا؟ قبله زائد وبعده زائد أستطيع أن أكتب زائد صفر هنا أنا لا أكتبها لكن فقط كي تفهم أنت هذا حد الآن عندما تعرف الحد والعامل يصبح الحل بسيط جدا إذا كنت تعرف أين الحد وإن هو العامل يصبح الحل بسيط جدا حتى أتأكد أنكم فهمتوا أضيف مثال آخر مثلا سبع إكس زائد ثلاثة يساوي أربعة أبدأ بسبعة هل هو حد أو عامل؟ هو عامل لماذا؟ قبله زائد وبعده ضرب لأن سبعة إكس هي أصلها سبعة في إكس إكس هل هو حد أو عامل؟ عامل لأن قبله ضرب وبعده جمع مدام يوجد الضرب أو القسمة عامل مباشرة إذا وجدت الضرب أو القسمة يصبح عامل مباشرة حتى يكون حد يجب أن يكون قبله زائد أو نقص بعده زائد أو نقص الآن انتبهوا معي ركزوا معي هنا سبعة لوحده قلت عامل لأن قبله زائد بعده ضرب إكس لوحده قبله ضرب وبعده زائد عامل لكن لو قلت لك سبعة إكس مع بعضها البعض ليس كل واحد وحده مع بعضها البعض تصبح حد هذا لوحده عامل هذا لوحده عامل لكن مع بعضهما يصبح حد تقول لماذا يا أستاذ لقد شرحت لك هنا قلت لك هذا سبعة إكس لو أخذناه أخذنا السبعة وإكس مع بعضهما البعض ليس كل واحد وحدهما مع بعضهما البعض ماذا نجد قبله زائد لأن سبعة إشارتها مجابة ماذا نجد بعده زائد قلت لكم الحد يكون قبله زائد أو ناقص وبعده زائد أو ناقص لو أخذنا سبعة إكس مع بعضه البعض يصبح حد سبعة وحده عامل إكس وحده عامل لكن مع بعضهما البعض يصبح حد الثلاثة حد الأربعة حد الآن لماذا أنا أعرفك على الحد والعامل الآن بسيطة جدا عرفنا الحد مدام عرفنا الحد الحد عندما ننقله نغير إشارته كان موجب يصبح سالب كان سالب يصبح موجب هذا الحد دائما هكذا عندما تمقل تنظر هل هذا حد أو عامل إذا كان حد عفوا نغير له الإشارة يعني كان موجب يصبح سالب كن سالب يصبح موجب وإذا كان عامل حذاري العامل لا نغير له الإشارة العامل كان موجب يبقى موجب كان سالب يبقى سالب العامل ماذا نفعله معه إذا كان ضرب يصبح قسمة إذا كان قسمة يصبح ضرب أعيد الحد إذا كان موجب يصبح سالب إذا كان سالب يصبح موجب هذا الحد العامل إذا كان ضرب يصبح قسمة إذا كان قسمة يصبح ضرب نعطي مثال مثلا أنا قلت لك حل هذه المعادلة الذي في الأول 2x زائد 3 يساوي 5x زائد 4 2x زائد 3 يساوي 5x زائد 4 كيف أحل المعادلة أبدأ أبدأ بالحدود التي لن أنقلها توجد حدود سوف أنقلها وتوجد حدود لن أنقلها أبدأونا بالحدود التي لن أنقلها 2x لن أنقلها سوف يبقى مكانه و5x يأتي عنده في هذه الجهة 2x لن أنقله سوف يبقى مكانه و5x يأتي هنا في هذا الحد 4 لن أنقله سوف يبقى مكانه و3 يأتي إلى هذا الطرف هكذا دائما ابدأ بالأعداد التي لن تنقلها هذه 2x لن أنقله 4 لن أنقله الآن الحدود التي سوف أنقلها 5x سوف أنقله من هذا الطرف إلى هذا الطرف قلت لكم قبل أن تنقل أي حد أو عامل يجب أن تعرف ما هو هذا 5x قبل أن ننقله نعرف ما هو هل هو حد أو عامل حد البعض منكم قال عامل لأنه قال الخمسة بينه وبين x عملي الضرب أنا لم أقل خمسة لوحده ولم أقل x لوحده قلت خمسة x مع بعضهم البعض خمسة x مع بعضهم البعض قبلهم زائد وبعدهم زائد هذا حد الحد قلنا ماذا نفعل معه إذا كان زائد موجب يصبح سالب وإذا كان سالب يصبح موجب هذا كان موجب عندما ننقله يصبح سالب الآن نقلت خمسة x إلى عند اثنان x الآن ننقل الثلاثة إلى عند الأربعة نفسه قبل أن أنقل أحدد هذه زائد ثلاثة هل هي حد أو عامل هي حد عندما أنقلها الحد نغير له الإشارة اتفقنا الحد نغير له الإشارة موجب يصبح سالب سالب يصبح موجب الآن في حل المعادلة عندما تنقل مرة لا تنقل مرة أخرى سوف يكون هذا صعب عندما تنقل مرة في المرة أحسب ما الحدود التي نقلتها أحسب ثم أنقل مرة أخرى لا نبقى في حل المعادلة ننقل وفقط ننقل وفقط لا نقلت هنا أتوقف أحسب ثم أكمل 2x نقص 5x ماذا يساوي نقص 3x يساوي 4 نقص 3 ماذا يساوي 4 نقص 3 يساوي 1 دائما هكذا أنقل أحسب أنقل أحسب وهكذا الآن نقص 3x يساوي 1 نفس الشيء أبدأ بالحدود التي لن أنقلها x لن أنقلها سوف يبقى هنا الواحد سوف يبقى هنا الآن 1 على نقص 3 الآن لماذا نقص 3 هنا زائد 3 عندما نقلته غيرت الإشارة نقص 3 لكن هنا نقص 3 عندما نقلته لم أغير الإشارة لماذا قلت لكم الحد عندما أنقله أغير الإشارة لكن العامل كيف عرفت أن نقص 3 عامل هنا ناقص وهنا ضرب العامل ناقص 3 عندما أنقله لا أغير الإشارة العامل أغير العملية كان ضرب أصبح قسمة هكذا نحل المعادلة الآن كل ما عليك أنك تعيد هذا الشرح عدة مرات وتقوم بحل التمارين حتى تفهم حل المعادلة وبسيطة جدا الآن إذا فهمت إذا فهمت هذه المعادلة بسيطة سوف نفهم المعادلات التي تكون بx مربع لأننا سوف نقوم بالحل بنفس الطريقة مثلا 2x ناقص 3 مثلا يساوي 5 الآن بنفس الطريقة لا يهم x مربع أو x بنفس الطريقة نقول 2x مربع لن أنقله سوف يبقى هنا 5 لن أنقله سوف يبقى هنا ناقص 3 عندما أنقله يصبح زائد 3 لماذا لأن ناقص 3 حد والحد عندما ننقله نغير الإشارة تصبح لدينا 2x مربع يساوي 5 زائد 3 هي 8 الآن x مربع لن أنقله وتمانية لن أنقلها ماذا سوف أنقل سوف أنقل 2 قلنا قبل أن أنقل أعرف هل هو حد أو عامل 2 عامل لماذا هنا زائد هنا ضرب العامل قلنا لا نغير الإشارة ماذا نغير إذا كان ضرب يصبح قسمة إذا كان قسمة يصبح ضرب 2 كان ضرب يصبح قسمة إذن x مربع يساوي 4 الآن كيف نكمل الحل بسيطة جدا x مربع نحن عندما درسنا فيما مضى درسنا المربع في الثالثة متوصمة 2 مربع ما هو هو 2 في 2 3 مربع ما هو 3 في 3 5 مربع ما هو 5 في 5 إذن المربع هو العدد في نفسه المربع هو العدد في نفسه إذن x مربع ما هو هو x في x هو x في x ماذا يساوي يساوي 4 الآن ما هو العدد الذي إذا ضربته في نفسه أجد أربعة العدد الذي إذا ضربته في نفسه أجد أربعة هو يائما إثنان ويائما ناقص إثنان لأنه إثنان في إثنان يسوي أربعة زائد في الزائد زائد إثنان في إثنان يسوي أربعة وكذلك ناقص في الناقص زائد وإثنان في إثنان يسوي أربعة معناه في المربع عندما يكون لديك إكس مربح دائما تجد عددين يعطينا نفس النتيجة مثلا أقول لك إكس مربح يساوي تسعة ما هو العدد الذي إذا ضربته في نفسه أجد تسعة يا إما ثلاثة في ثلاثة يساوي تسعة يا إما ناقص ثلاثة في ناقص ثلاثة يساوي تسعة ماذا نلاحظ؟ نلاحظ دائما لا نقول يوجد عددين هو نفس العدد لكن بإشارتين متعكسين موجب وسالب لماذا؟ ثلاثة في ثلاثة يساوي تسعة هذه واضحة سواء في هذا المثال أو في هذا المثال واضحة ثلاثة في ثلاثة يساوي تسعة ما هو الشيء الذي لدينا لدينا موجب في موجب يعطينا موجب وسالب في سالب يعطينا موجب لذلك المعادلة التي يكون فيها إكس مربح دائما تملك حلين إكس مربح متان يساوي 16 ما هو العدد قلنا X مربع هو X في X هو في الأصل X في X يساوي 16 هذا هو العدد الذي إذا ضربته في نفسه تجد 16 يأما 4 في 4 يساوي 16 ويأما نقص 4 في نقص 4 يساوي 16 معناها نفس العدد لكن بإشارتين تقول لماذا كل هذا الشرح يا أستاذ لأن الآن عندما أجيبك سوف تفهم مثلا هنا نعود هنا وجدنا X مربع يساوي 4 لماذا شرحت كل هذا الشرح كي تفهمني عندما أجيبك الآن عندما أقول لك هذا X مربع يساوي 4 لم أنتهي لم أجد الحل ما هو الحل إما X يساوي جذر 4 ويساوي 2 أو X يساوي ناقص جذر 4 ويساوي ناقص 2 هل فهمت الآن لماذا شرحت كل هذا الشرح كي تفهمني الآن لا تقول يا أستاذ من أين أتيت بـ 2 ونقص 2 X مربع يساوي 4 معناها X في X يساوي 4 ما هو العدد الذي إذا ضربته في نفسه أجل 4 يا إما 2 في 2 يا إما ناقص 2 في ناقص 2 X مربع يساوي 9 يا إما 3 في 3 يا إما ناقص 3 في ناقص 3 X مربع يساوي 16 إما 4 في 4 إما ناقص 4 في ناقص 4 الآن أنا شرحت كل هذا الشرح كي تفهم الآن الحل لماذا أنت الآن فهمت لماذا المعادلة من الشكل X مربع يساوي بي تملك حلين الآن أنت فهمت لأن الموجب في الموجب يعطينا موجب والسالب في السالب يعطينا موجب هما عددين متعاكسين لكن يعطيان لنا نفسه النتيجة لذلك قمت بشرح كل هذا الشرح حتى تفهم كيف أن X مربع يساوي 4 تكون النتيجة إما 2 إما ناقص 2 الآن هذا الفيديو كيف يتحل معادلة يجب أن تراجعه جيدا وأن تفهمه جيدا لأن هذا مهم وحل المعادلات نحتاجه كثيرا الدرس القادم إن شاء الله سوف أعلمك كيف تبسط الجذور بإذن الله عز وجل بالتوفيق يا أحبائي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر